النهاردة ان شاء الله نشوف مع بعض برنامج بعتبر التوب الارتكوشار في الزواليزيزيشن او اللي ظهر المعماري وبسيطان في حاجة كتيرة جدا اللي هو برنامج بسيطان في الانيميشن بسيطان في العلنات بسيطان في فيلم حقيقية بندخل فاخدة سينمائية فبرنامج مشوف جدا الناس كتيرة بتستخدمه ومطلوب جدا بسيطان نبدأ نشوف مع بعض بعض الحاجات البسيطة هو الوجه بتاع الساحل البسيطة يعني بتلاقي هنا ان انت بشوف المكاء الحاجة اللي انت رسمها من كزا وجهة تمام ممكن نغيرها يعني ممكن اجيب بسا بدل ما انا شايف الفرونت هنا ادس كليك يمين ولا انا شوفوا البوتوم وهيبان التأثير اكتر لما يكون احنا رسمين حاجة دلوقتي تمام ودي طبعا نحن تعودين عليها اول نردس على اي واحدة فيهم نبادل نشطة اللي معي ودي اللي هبدأ يشغل عليها والقايمة من فوق هتلاقي في حاجة كتيرة اه انت عارفها في حاجة كتيرة لسه بالنسبة لنا جديدة انا اللي شغال في اي برنامج مسلا زي او بلا في بعض الحاجات مسترقة وحاجات جديدة هنبدا نتعرف اه مع بعض عليها لو انا عايز اقبر الوجهة باجي بلاقي هنا زوار بالشكل دوت ممكن اجي هنا حيث ان انا اشوف الحاجة بالشكل دوت تمام او ارجعها كده طيب طيب انا دوقتي اعايز ارسم مسلا حيطة باجي هنا اقول له انا عايز انا عايز انا عايز ابدأ ارسم تمام ممكن ارسمها عادي او كنترل زد استعمل بالجريد هقول له سناب توجل تمام وكليك يمين ويقول انت عايز تعمل على انا حاجة هقول له مسلا جرايد بوينت وجرايد لاين تمام وقول له اقفة بلاي ان هو بدأ يمشي على الخطوط ديت ورسمني مسلا قد صغير تمام اه عايز اشوفها من اي ناحية من النواحي وبدأ اشوف انا بتاعي بقى من الليفت ولا سنتر ولا الرايت الويتس والهاي بتاعي ممكن ارسم هذا بمقاس اكبر او اصغر زي ما انا عايز وهنا هابدأ اختار ارسم احط بعض الشجر زي ما انت شايف اهي وات مماشي ولو انا عايز اصغر الشجر دوت بسطة جدا بقف عليه اعمل على select واختار scale واجي هنا وراح نختار تصغير ثم وبعد كده ممكن اعمل منه نختار حاجة تانية اقول مثلا generate Balm نعم هابدأ احط النخرة تمام بيلاقي حاجة تانية برضا اسمها الريلينك الريلينك دي اللي هي اللي هي حاجة اللي هي جنب السلم تتحجز الحديدي دوت تمام بيتك مرة والتانية وانا كده حددت المساعدة بتاعته وبطلع بالارتفاع بتاعه وكل الحاجة ده ممكن اتحكم بها واكتب الارتفاع من هنا على طول automatic زي ما اغلب الاوامر الموجودة بتاعت تتحجز الحديد ثانية ممكن اقول له انا عايزة سكوير واعايز مثلا الارتفاع ده قد كده واكتب الارتفاع ممكن نجي من ممكن نجي من واختار انا شغل بالمتر ولا بالميليمتر ولا بالكيلومتر ممكن نختار زي ما اعايز اختار واحد الكاس تحت ان شاء الله مع بعض هنبدأ نكمل البرنامج انا بشكلة بعليكم انه لسه بتعلمه لما بتعلم حاجة انا باكتبها ان شاء الله ولو في اي مشاكل زهرت اريد تبلغني بها تحس ان انا الفيديو اللي بعد كده اصلح ان شاء الله اخذكم مع مرسلين